وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا منكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا بقي من الأمس الأخت أمم محمد من الكويت بارك الله فيها سألت في آخر البرنامج لكن أمم محمد أستأذنك شوي لأن عندي سؤال من الإخوة الصم حبايب نجزام الله خير يتابعون البرنامج باستمرار ويطرحون أسئلة عبر الزميل اللي معي في لغة الإشارة الأستاذ وائل بارك الله فيه السؤال الأول من الإخوة الصم يسألون يقول أولا ما حكم أكل الغراب والهدهد أولا بالنسبة للغراب يحرم أكله لا يجوز أكل الغراب لأنه من الفواسق ومن الخبائث والقاعدة الشرعية أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا يجوز أكله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتن في الحل والحرام وذكر منها الغراب ثانيا بالنسبة للهدهد الهدهد حرام أكله أيضا لا يجوز أكله وذلك للقاعدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز أكله فتحصل عندنا قاعدتان القاعدة يقول لكم كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لا يجوز أكله كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله لا يجوز أكله بارك الله فيكم السؤال الثاني من الإخوة الصم يسأل يقول بأنه يسأل عن العطور المجتملة على الكحول يقول اشترى عطور ونصحه البائع وقال له بأنه لا يصلي به يعني إذا وضعه يقول ما الحكم في مثل هذه الحال أخي الفاضل بارك الله فيك حقيقة من الأمور التي عمت بها البلوى ما يتعلق بهذه العطور المجتملة على الكحول فلا يكاد يخلو عطر من هذه الكحول لا يكاد يخلو عطر من هذه الكحول وللأسف حتى هذا انسحب إلى العطور الدهنية فأصبحوا يضعون فيها الكحول عموما خلاصة الجواب بارك الله فيك إذا كانت الكحول الموجودة في هذا العطر نسبتها عالية جدا بحيث أنه لو قدر الشخص شرب هذا السائل أصبح سكرانا يعني يسكر بمثل هذا هذا لا يجوز ويحرم أما إذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تستهلك داخل المادة العطرية نسبة قليلة هذه ما فيها شيء ويجوز الصلاة فيها بارك الله فيك طيب أم محمد الله يرضى عليك إن شاء الله بعود لك لكن عندي أيضا مكالمات تنتظر حظك اليوم أني إن شاء الله أخرك شوي لكن كل خير إن شاء الله تفضلي يا نادية بارك خير حش بارك الله فيك مرحبا تعييت لك البارح البارح لغاية لكم ما كانش عندي تفضلي هادرة بالزاس تفضلي تفضلي لا قلت لك أن نصلي سالة الدوحة شيخ أي نصليها بعدش نهارة عندي ابن بنتي أولي ابن أولدي نربيها وبعثنا يفوت علي الوقت ما نصلي حشل نحن نفوت نفوتها أي لك ما كان مشكل إن شاء الله وعندي سؤال زاوج يالحاج عندي عندي مشي مشكلة درك عندي غبينا عمل لازم تامع مع جمع مع جمع مع جمع الأهل أيوة وفي آخر في آخر لكن نرح نزورهم ولا نبات كأنه ما ميش مقبولة عندهم يطيحوا من وأن نرتي يدعم نرتي الفاميلي لأهل ما قطع السيد الرحم ويبالي لك لدي ما ميش محبوبة عندهم يبالي لك ليجين مجينة قهرة بزافة الحزم ما خصي القطع السيد الرحم والله غال إن شاء الله أني ما ميش محبوبة عندهم والله غال مع سمع الأهل إن شاء الله يا نادي هل نقطع ولا نقطع ولا نكمل نكمل الانتصال ولا على بلس الحج تسمعين إن شاء الله الجواب مرحب أختي أبو أروى السلام عليكم عليكم السلام الله يحييك شيخ بس عندي سانة أسر بس في سوار يا شيخ استكمالي سوار أمس بما ذكرتك شيخ بخصوص الشراء الطريق التطبيق اللي هو زي النون أو شيخ أو أنا فيها حاليا شيخ اللي هو الشركة حاليا ينتبع مستحضارك بس يا شيخ أنا قلت لك ما في زباين له في زباين يا شيخ عند التوصيل مثلا يعني إذا اتفقنا معهم يجون عند التوصيل مثلا يعني تأتي في حسابي ثم يأتوني نفس المنزل يعني خدمة توصيل المنازل بس ماذاك ما وضحت لك هذه نظرة طويل عمر السوار الثاني أخوي نعم نعم السوار الثاني طويل عمر بالنسبة طويل عمر لو أنا ذاهب دائما مكة أقل يعني أرطع أيام كل شهر كل مثلا يعني سبوعين فهل يجبني لابدني مثلا أخذ عمر يعني في أصحاب وفي زمن وفي أقارب يطويل عمر هل يجبني لابدني أخذ لي عمر يعني كلما أروح لمكة أخذ لي عمر يعني هذا طويل عمر السوار الثاني السواري الأخي طويل عمر واحد بعد أسعال حاليا يعني مثلا وعدني رس بدون أوراقية وبدون ثبوت. إذا حصت له مثلا وظيفة يعطيه مثلا مظلغ كده كده مؤين يعني. تعيت له كل شيء وعطيت كل اللي على رغبته. بس آخر شيء أنكرني يا شيخ. هذا إيش يا شيخ. إيش تنميه يا طويل عمار. والله يعطي كرفع في طويل عمار. مرحبا مرحبا يا بارو. فضل يا صفاء. سلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. سلامك. مرحبا أختي مرحبا. لديك الصحة والعافية إن شاء الله عندي سؤال. فضل يا أختي. سؤال الأول يعني من أصلي مرات السنة الصبح أو الظهر ما أصلي. المغرب أصلي هالسنة يعني. هذا جايز أو ما جايز. إن شاء الله. ومن أنام بالليل أتوضع وأنام. وبالليل أأمن الملائكة. أقول يا ملائكة حفسيني على صلاة الفجر. أنا هذا جايز أم لا. تقولين يا ملائكة؟ إيه يا ملائكة حفسيني على صلاة الفجر. أخاصي أن تأخذني نومة. طيب. شكرا شكرا. مرحبا أختي صفاء. أم قصي والأم قيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكر عافية شيخنا. يا عافيكي مرحبا أختي. وعليكم السلام. شيخنا أسبوع الماضي توصى والدي. بعد غياب سنين. نحن في ألمانيا. والدي في المنذك العربية السعودية. نطلب يا شيخ منك تدعينا بالصبر. يعني بعد غيابة والدي نطلب أنه تدعينا. أنه نصبر. إن شاء الله. وبدنا كلام جميل والدي. إن شاء الله. كلام يصبرها. قبل شريم قصي. يا شيخ. ونحن هنا حابين نتصدق لأبونا. وهل تجوز الصدق على المقتدرين؟ يعني اللي حوالينا كلهم مقتدرين. هل تجوز الصدق على المقتدرين؟ يا شيخ. شو تنصحنا نصيحة؟ شو نسوي لأبونا؟ إن شاء الله يا مقصي. من صدقة جارية. إن شاء الله. أبشري. أبشري. رحم الله والدك. ورحم الله موات المسلمين. مرحبا أختي يا مقصي. أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي يا شيخ أنا عندي بنت يبيها واحد وأبوها رافض شو يعني الحل؟ يعني يجي واحد يخطبها؟ أي واحد ويرفضها الوالد؟ أي واحد يرفض هذا بس؟ ولا كل واحد يجي يرفضه؟ راحت؟ يلا الله يعين نعطيها إن شاء الله جوابها أو ساعة ما سمع أم سيف؟ يا أم سيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي محل أريد أجره فهذا المحل يريدوه جماعة يبيعون السكائر الإلكترونية والأراقيل أي فممكن أجره بهذا الشيء هذا إن شاء الله وهذا سؤال آخر عندي أخت أصيبت بدلطة وقعدت يعني صارتها مشلولة وقاعدة فهل عليها صلاة وعيها العلم هي لا تتكلم ما تتكلم أبدا لكن أبو وعيها أبو وعيها أبو وعيها أم سيف؟ والله هي يعني ما نفتهم من هاشي يعني لأنه ما تتحكي ولا لكن تعرفكم تعرفكم ها إيه تعرفنا إيه تعرفنا بس ما ولا تحكي ولا إن شاء الله والجماعة الوية اللي يعني قائمين على يعني مساعدتها نحكي وياهم يا ذا خلوها الصلي وما يستجيبون يعني يقولون هي يعني يعني عفوا يعني يعني مونا ويفا دائما فلذلك يعني 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 وعندي أخي متزوج من إمرأة لها ولد إيه يعني هي رجلها متوفي وعدها ولد الولد بدأ يكبر اليوم وهسا صار عندها عمرها حوالي طاعة سنة وعندي أخت كبيرة سنة عيشة وياهم وهي أخي هذا اللي تزوج إيه فشكون موقفها تكون من هذا الولد يعني شون هل تتحجب من كم عمرها أو هي الأختي إيه أختي ستينية آه بس ستين طيب طيب تديرة السن وهذا الولد أصبح أمره حوالي 13-14 سن إن شاء الله فهي دكري تسأل تقولي شون هل تتحجب من الولد هذا أبشري يا أم سيف أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب مرحبا أختي أشكرك أمن العباس ورحمة وعليس عليكم السلام وبركاته إن شاء الله طيب بخير بخير ونعمة تفضل عباس أسمعني فضل الأول عندي جدتي متوفية وقلتنا أخذ لها عمرة أنا في السعودية الحي وانا ما حاجي أمر عمرة أمت بخير أمت بخير وعمرت لها إن شاء الله والثاني الصورة حقة الجوال أيوة مثلا تكون عند خوب الصورة والدك أو أولادك أو صورت أنا ذاتي أو صورت أخواني في الجوال يحتفظ بها في الجوال في الجوال مش في الجواز في الجوال إن شاء الله العباس يجبيك الله خير مرحبا أم علي أيوة السلام عليكم عليكم السلام أيوة يا شيخ أنا عندي بنت يبقى هوا واحد وأبوها راصب أيوة أول زوجها في الغصب لواحد غير واتطلقت منه والحن رد الرياض يخصبه مرة ثانية والحن أبوها راصب ما يبي زوجها نفس زوجها السابق لا لا واحد ثاني طيب والدها رافض عين الرجل أو رافض أنها تتزوج أبدا لا رافض هذا الرجل هذا الرجل إن شاء الله يمعلي أبو شري يعني هم عن عينها أبوك يعني هل هو على صواب أو لا على إن شاء الله تسمعي أبو شري جزاك الله مرحب أختي مرحب محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخنا خير ونعمة الله استحى عليك من علمه وفضله آمين يا رب سأخذ أسألك عن الرياء أي إنه إذا عملنا عمل لأجل الناس رياء أي وإذا تركنا شيء لأجل الناس رياء شرك نبي من كلامك فاضل تسرح لنا معناه إن شاء الله يا محمد شكرا الله خير يا شيخ وإياك حبيبي أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت أم محمد من الكويت بالأمس على السؤالين تسأل عن تفسيري قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود تقول ما معنى كانود أخت الفاضلة بارك الله فيك أولا بالنسبة لقول الله عز وجل إن الإنسان يعني جنس الإنسان جنس الإنسان وليس هذا على العموم وإنما من الناس لربه لكنود طبعا هذا اللفظة الكنود لها معاني من معانيها الكفر يعني إن الإنسان لربه لكفور والثاني قيل الجحود يجهد والثالث قيل الكنود هو الذي يعد السيئات وينسى العسنات يعد المصائب وينسى النعم يقولون هذا أحد التفاسير وهذا سبحان الله موجود عند أغلب الناس الآن الآن الإنسان الله عز وجل منعم عليه ثلاثين أربعين خمسين سنة هو في نعم الله يتقلب مصيبة وحدة بس أبدا ركز على هذا المصيبة ونسي نعمة الله عز وجل عليه تشوفين الآن بعض الناس يجيه مرض يبقى خلاص كأن الدنيا انتهت ولا يشوف من المصائب إلا هذا المرض نسي نعمة السمع نعمة البصر نعمة اللسان نعمة الأطراف نعمة الزوجة نعمة البيت نعمة الأولاد نعمة الأمن نعمة الأمان نعمة الإيمان نعمة الإسلام نعمة الجيرة نعمة الاستنشاق روائح الجنة من خلال الأذكار والنعم والله عز وجل منع عليه ينساها للأسف الشديد ويركز على هذا بعض الناس الآن لا يحص الوظيفة أبدا كأن الدنيا متوقفة على هذا الوظيف وينسى نعم الله الكثير عليه ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ونعم الله كثيرا لا تعد والله أعظم نعمة نعمة الإسلام والإيمان أعظم نعمة كل النعم تتقزم أمام هذه النعمة يوم أن هداك الله للإسلام ويوم هداك الله للإيمان والباقي كلها أكثر يعني كلها يعني خاصة الأمور دنيا هذه من التراب إلى التراب لكن الإيمان من يمنحها ما يملح الله الإيمان إلا من يحب يقول جل وعلا في كتاب العب فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب ولذلك النبي سلم عطانا عملية عملية توازن يقول عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في الدنيا وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدروا ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم وهذا الواقع فالإنسان مثلا اللي مثلا عنده مثلا مشكلة أي مشكلة دنيوية لا يشوف اللي فوقه اللي عنده بيت متواضع لا ينظر إلى أصحاب الفلل والقصور يقول الحمد لله ينظر إلى من هو أسفل منه اللي ما يجدون يبغى رصيف ينام عليه مش قادر اللي عنده الحمد لله قدر كفاية الأكل والشرب لا ينظر إلى الأغنية ينظر إلى هؤلاء الذين يقتاتون من القمامة والمزابل واللي عنده الحمد لله لباس ساتر يستره لا ينظر إلى من هو فوقه ينظر إلى العرات اللي ما يجدون شيء يسترهم اللي عنده سيارة مشي حالها توديه الجيبة لا ينظر إلى أصحاب السيارات الفارهة ينظر إلى من لا يجد شيء وإنما ينتعل الأرض ولا يجد حتى دراجة دراجة ما يملكها فهذه عملية توازن ولذلك طبيعة الإنسان أنه كنود يعد المصائب يحسبها حساب طيب وين نعم الله عز وجل عليك ليش ما تعد النعم ولذلك كلما الإنسان نظر إلى نعم الله تقزمت المصائب عنده وضمحلت وضمرت وذهبت هذا المعنى بارك الله فيك رمى محمد من الكويت تسأل تقول بالنسبة لإفطار الصائم تقول يعني هناك ثلاثين يوم كيف الإفطار الصائم أختي الله يحفظنا وإياك يبارك فيك هذا يسمى كفارة الصيام وليس إطعام الصائم لأن تفطير الصائمين هذه مسائل من الصدقات أما اللي ما يستطيع يصوم رمضان أو عاجز عن ذلك فإنه ينتقل من الصيام إلى البدل وهذا إطعام مسكين عن كل يوم من المساكين عفوا عن كل يوم من أيام رمضان يعني ثلاثين مسكين مثل ما ذكرتي والإطعام يكون وجبة وجبة دسمة يا أمو محمد يعني مثل غدا يعني مثل الآن واحد طبعا الفقه يقول النصف صاع وكذا ما في دليل صريح وإن كان هناك أدل لكن صريح على أن التحديد لا وإنما الإطعام إطعام شخص يعني مثل أضرب مثل أنا دايما بالمطعم مثلا لو راح واحد المطعم وطلب ما يسمونه نفر لوحده يعني وش يطلب يطلب رز ونصف دجاجة أو ربع دجاجة مع إيدام مع مرق مع كذا هذا المعنى هذا الإطعام يعني إطعام شخصي يعني يغدي شخص أو يعشيه والغداء أفضل يعني لأن وجبة الغداء رسمية أكثر من العشاء هذا المعنى فأنتي بارك الله فيك إما تعطينها جمعية ويريحونك توكلينهم أحد مثلا أو تروحين لراعي مطعم ترسلين حد العيال تقول لراعي مطعم شوف هذه قيمة ثلاثين مسكين ثلاثين نفر أبغاك تطعم ثلاثين إنسان من الفقراء يعرفهم أكيد من العمال اللي حوله وشي يقول لهم تعالوا هذا إطعام وتحاسبين أنت وهو يخبرك بأنك والله أطعمه ثلاثين مسكين نادية من الجزائر تقول حريصة على صلاة الضحى تقول عندي ولد ابنة ولدي ابنة ولدي تقول أربيها تقول حيانا تفوتين صلاة الضحى هل علي شيء لا يأختي الفاضلة ما عليك شيء بارك الله فيك ورضي الله عنك ما عليك شيء الله يرضى عليك أول شيء صلاة الضحى سنة والشيء الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه ما كان يداوم ويواضب على صلاة الضحى والأمر الآخر مدام الحمد لله أنك ما عندك قدرة وهذا شغلك تربيتك للبنت أفضل من انشغالك بالصلاة لأنك لو انشغلت بالصلاة ضاعت البنية لا ما عليك شيء الحمد لله ويكتب الله شاء الله لك الأجر مدام النية موجودة نادية تقول بأنها يعني عندها مشكلة مع الأقارب والأهل والأرحام تقول للأسف الشديد يعني لما أزورهم أشعر بأنهم ما يحبوني ولا يقبلوني وتقول يعني أنا قهر يعني يصيبني القهر وأنا ما أعرف إيش السبب تقول هل لي أن أقطعهم أم ماذا أخت نادية بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا أولا أي إنسان يا أخواني وأخواتي ليس الآن الخطاب لنادية فقط بل لكل من يشاهد لأن مشاكل قطيعة الأرحام الآن انتشرت بين الناس وللأسف الشديد أي إنسان يشوف جفاء من أرحامه يشوف صدود من أقاربه في خطوة واحدة يبذلها سهلة جدا وهي سلامات يعني فيها صدود فيه جفاء صدر مني شيء إذا قالوا إي نعم صدر منك شيء ما هو الشيء أنا ما أعرف والله الشيء الفلاني أنا آسف أنا أعتذر أستغفر الله ما فيها شيء الاعتذار من شيمة الكرمة من شيمة النبلة إذا قالوا لا والله ما فيه شيء طيب لماذا قطيعة الرحم أحاول أني أحاول لماذا تقطع الرحم الرحم هذه التي التي ربنا جل وعلا عظمها ليش تقطعونها أليس أحرام عليكم فإذا قال والله نحن مشغولين ونحن كذا أدي لهم الواجب يا أخت الفاضل بمعنى أن بعض الناس الآن علاقة مع الأرحام يا أبيض يا أسود بمعنى إما تكونوا معي مئة بالمئة وإلا قطعتكم مئة بالمئة وهذا غلط فيه مسافة يخليها الإنسان بينه وبين رحمة يسمونه خط رجعة بمعنى في الأعياد في المناسبات في العزة في الأفراح يؤدي الإنسان الحق الواجب مدام أنه عندهم صدود وعندهم يعني جفاء وعندهم غلظة وعندهم قسوة وعندهم أكثرار وجه وتقطيب جبيل لما يأتي الإنسان الله يهنيهم بما هم فيه وهذا ليس تهني لا والله عذاب هذا هذا عذاب وشؤم اللي يقطع رحمة مشؤوم وأنت يقتل فاضلة خلي مثل شعرة معاوية خلي مسافة أدى الحق الواجب والحمد لله يعني الحياة ما تقوم والله إلا لازم أتواصل يوميا من الجمعة للجمعة من الشهر للشهر اتصال رسائل هذا إذا ما تبين ما تبين أنك أخطأت ولا ارتكبت شيء في حقهم أخلك يا أخت الفاضلة أفضل منهم عند الله لما تصلينهم يقطعونك تحسنين إليهم يسيئون إليك تحلمين عنهم يجهلون عليك وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي ماذا قال الله النسلم ما قال له عاملهم بنفس المعاملة أبدا لأن الإنسان ينزل من علياء مجده وأخلاقه إلى هذا الحضيظ إذا عاملهم نفس المعاملة لا يبقى عالي يبقى مرتفع فقال صلهم وأحسن إليهم وحلم عنهم فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمتد يعني الله عز وجل يأيدك بملائكة يسندونك ملائكة ينصرونك يدعون لك هذا هو الذي يجب على الإنسان لكن سلوكيا وعمليا يعني بعض الناس الآن مثل ما ذكرت أنا يا كذا أو لكذا لا ما يصرح إذا كان حمق وجهلهم وغلاء الطباع وقسات قلوب ليش تصلي مثلهم أنت لا أكوني سامية بأخلاقك سامية بقيمك ومبادئك صليهم وحسني إليهم وادعي لهم ولا تذكرينهم عند أحد لأنك إذا ذكرتهم عند أحد تساويتي أنت وإياهم يقول يالله يوفقهم الله يصلحهم كذا لا تذكرين لا يصيدون عليك شيء من الكلام تحدثت فيهم فإن هذا مما يولد الشر ويقدح زناد الشر والشيطان يحضر في مثل هذا في أخت الفاضلة الحياة لا تتوقف على مثل هؤلاء خلك قريبة من الله عز وجل وثق الصلاة بربك سبحانه وتعالى أكثري من قيام الليل أنت ما شاء الله مدام حافظ على صلاة الضحة أكيد إن شاء الله من أهل قيام الليل كتاب الله عز وجل لا تنسينه لا تهجرينه اقرأي آناء الليل وأطراف النهار كثري من ذكر الله والله أفضل من مخالطة هؤلاء الذين خلطتهم داء ومرض أحيانا بعض الأرحام خلطته مرض وداء لأن من تجسم مع غيبة ونميمة وكذب وكبر وعجب وافتراء وطعن ورغي 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 وولوغ في الأعراض وولوغ في كذا مرض هذه بيئة مريضة مجالس موبوءة وشبغ في المجالس هذه أعيش مع ربي سبحانه وتعالى أخلوا مع ربي جل وعلا أقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ في الشمائل المحمدية أقرأ في سيرة الحبيب أقرأ في سيرة الصحابة رضي الله هذا والله النعيم هذه الجنة هذه الجنة التي فعلا من أراد أن يدخلها ولذلك تلفاظة اطمئني وأبشري بالخير وأنت على أجر لكن لا تنزلي من علياء مجدك وتعاملي من نفس المعاملة كوني أفضل عند الله منهم بارك الله فيك أبو أروى طبعا بالأمس سألني عن يعني عمل يقول حكم عمل يكون مندوب لشركة من الشركات العالمية طبعا أنا سألته هل هي من يعني الشبكات التسويق هذا أو التسويق الشبكي قال لي لا لكن هي فيها يعني المندوب يأتي والزبائن هذا ما لا علاقة يا أخي الفاضي ما لا علاقة هذا طبيعة المندوب مثلا أو طبيعة الإنسان اللي يصير مندوب عن شركة عالمية أو كذا طبعا فيه توصيلات وفيه شيء ما فيه شيء بارك الله فيك على الشرط اللي ذكرت لك بالأمس أن النشاط يكون مباح أبو أروى يقول أنا دائما أروح مكة عندي أصحاب وزملاء وشيء من هذا القبيل هل يلزمني أنني أعتمر كلما أدخل مكة الجواب لا في قول جماهير أهل العلم العفوة العفوة الجواب لا في قول بعض أهل العلم وإلا الجمهور يذهبون إلى أن كل من دخل مكة لا بد من أن يدخلها بنسك أما قول الشافعي رحمة الله عليه فهو القول الراجح الصحيح على أنه لا يلزم إلا لمن أراد النسك من أراد النسك أراد حج أو عمره هو الذي يحرم أما مثلا الزائر أما مثلا العملاء وأهل الحرفة والحطابين يطلعون مثلا بره ويجون أصحاب التكسي وغيرها هذا ما يلزمهم وإن كان جمهور الفقه يذهبون إلى أنه يلزم أنه لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام الصحيح أخي الفاضل لا يلزمك لكن يا أخي أبو أروه هذه من نعم الله عليك يعني إذا رحت دائما تزور مكة أصدقائك البيت أولى خلها عمرة ما تخسر شيء والعمرة ما تكلفك ساعة ساعة ونصف ساعتين وأنت مخلص نعمة من نعم الله الحمد لله تحصل الحسنيين وتنال الفضيلتين تزور رحمك وأصحابك وتأدي واجب والحمد لله تؤدي أيضا عمرة لله عز وجل أبو أروه يقول فيه يعني شخص نعم الشخص وعدا يقول إذا سعيت الحصول على وظيفة بأعطيك إن شاء الله شيء مقطوع يقول سعيت لو اجتهدت وكذا لما جبت له الوظيفة يقول جحدني وأنكرني يقول ما الحكم يا أبا أروه بارك الله فيك إذا كنت أنت فعلا يعني عندك هذا العمل السمسرة أو مثلا مندوب مثلا أو عندك علاقات جيدة ليس فيها غش ولا رشوة ولا حرام وانتشار منها الخير واضح لكن أنا أذكر طبعا ترتيب للمسألة وقالك شخص إذا سعيت لي وشفت لي وظيفة وأعطيك مبلغ وأنت فعلا سعيت بالطرق القانونية والشرعية والنظامية وما خالفت وجبت لوظيفة ودليت عليها وهو جحدك هذا جاحد والعياد بالله هذا خايل للأمان هذا غاش هذا كذاب يعني ما تملك له من الله شيء وش تبتسوي لي يا أخي الفاضل لك الأجر ولك الثواب وتأخذ من حسناته إن شاء الله لأن هذه خديعة والعياد بالغش واجتمعت فيه خصال سيئة نص الله العافية إلا إذا كان واهم أو فهم غلط يعني حسبك أنت والله متبرع أو إنسى ما شاء الله عندك وظيفة وعندك كذا وتبحث للناس وتشفع لهم لا فهمه قل يا فلان أنا ما عندي وظيفة أنا وظيفة أني وسيط تجاري مندوب مبيعات مندوب عن شركة مثلا يعني أقرب المسافات بين يعني أصحاب وأرباب المصالح أبحث مثلا وظائف عن الأشخاص نسبتي وينها فإذا فهمت هذا يمكن أنه فهم غلط إذا قالك لا والله ما لك شيء وأخذ هذا الله ما يبارك له وبشره من الآن قلنا لن يبارك الله عز وجل لك في هذه الوظيفة ما دام ابتدأتها بخيانة وبغش وبخديعة وغدر نص الله نص الله السلام والعافية ولذلك الخديعة في النار خديعة في النار والغش والكذب ليس من أخلاق أهل الإسلام فهمه يا أخي الفاضل أقم عليه الحجة إنه اعتذر وقال والله أنا ما أدري حسبتك ما شاء الله متطوع وتسعى وعندك خير تقول له لا أنا هذه وظيفتي وهذا حقي أنت فردت لي إذا عطاك الحمد لله ما عطاك يا بشرة بالفلس وبشرة بشر مدام أنه بدأ حياته العملية بمثل هذه الخيانة وبمثل هذا الغدر الصفة بارك الله فيها تقول أنا الحمد لله أواضب على السنن الفجر والمغرب والعيشة تقول إلا سنة الظهر أحيانا ما أواضب عليه أختي الفاضل هي سنة هي سنة بارك الله فيك ما عليك ذنب ولا خطيئة ولا إثم لكن لماذا إذا قلت لي والله أنا في شغل وفي عمال وفي ارتباط وصعب علي محذورة إذا تقول لا والله أنا أكسل هكذا كسلانا لا لا ما يصلح اللي تصلي سنة الفجر والمغرب والعيشة ليش تهم سنة الظهر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار هذا فضل عظيم و لذلك هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء هذه الفترة هذه من أعظم الساعات اللي تفتح فيها أبواب السماء فإذا قام الإنسان يصلي و دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه صفاء تقول أنا الحمد لله لما أجي أنام أنام متوضع ثم أقول يا ملائكة حسسيني على صلاة الفجر تقول ما الحكم صفاء بارك الله فيك و رضي الله عنك و تشكرين و الله على هذا الاهتمام و هذا الرغبة في الخير و ما شاء الله اللهم بارك زادك الله حرصا لكن ما يجوز تقولي يا ملائكة الله أو يا ملائكة حسسيني أو أيقظيني أو قوميني على الصلام ما يجوز هذه أخت الفاضلة ما يجوز منادات الملائكة بمثل هذه الطريقة لا يجوز أن تقول يا ملائكة الله أو يا أنبياء الله أو يا أولياء الله هذا ما يجوز وحرام لأن النداء هذا لا يكون إلا لله أو يكون لقادر موجود حي قادر موجود حي أنت ما ترين الملائكة الملائكة عالم غيبي الملائكة عالم غيبي والملائكة يعني لما تقول هذا الكلام يعني أنت فيه عدم ترابط يعني ارتباط بين الإنس والملك صحيح الملك موكل بالإنسان حفظ من بين يديه ومن خلفه عن اليمين وعن الشمال قعيد لكن ما ينادون ولو كان هذا مشروعا لعمله النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر ناموا حتى إيقظهم حر الشمس ما إيقظتهم الملائكة الملائكة لا إيقظت النبي عليه الصلاة والسلام ولا إيقظت الصحابة ولا إيقظت بلال المكلف بهذا الأمر وناموا إيقظهم حر الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني يا ملائكة الله حرسينا وحسسينا وإيقظينا ما قال وهذه ليست مهمة الملائكة ليس من مهمة الملائكة إيقاظ الناس على صلاة الصبح ولذلك أتركي هذا بارك الله فيك إذا عزمتي وكان عندك استعداد للقيام تقومين بإذن الله جيبي أذكار النوم نامي على طهارة جيبي آية الكرسي المعوذات المعوذتين المعوذات عموما قلوا اللاحد والمعوذتين وأيضا الأدعية وإن شاء الله تقومين على صلاة الصبح قم قصي من ألمانيا بارك الله فيها تقول والدها توفي الأسبوع الماضي وبعد غياب طويل وتقول توفي في السعودية وهم في ألمانيا يعني تسأل تقول يعني تريد كلمة لها ولوالدتها وتسأل عن الصدق تقول كيف نتصدق عنهم ام قصي أحسن الله عزائكم وعظم الله أجركم وغفر الله لوالدك لوالدكم وأسكنوا فسيح جنات وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة ونحن علينا أمطار اللهم لك الحمد هذا اليوم أمطار جميلة ونصلاة تكون صيبا نافعا أسأل الله أن يغفر لجميع موت المسلمين أسأل الله تعالى أن ينزل على قبور أهل الإسلام شأبي برحمته وأن يبرد مضاجعهم أنه خير مسؤول أخت الفاضلة هذه الدنيا هذه الدنيا أخت مقصي يعني بلغك أن الدنيا هذه في أحد يخلد ما فيه هذه الدنيا مفاجآتها وأحداثها هذه الدنيا التي يعني كل يوم وكل مرحلة تفاجئنا الدنيا بذهب حبيب وقريب وبحصول مرهوب وعصيب هذه الدنيا هذه أحوانها ولذلك يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله عز وجل يبتلي عباده ولذلك يقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول جل وعلا لكل أجل كتاب يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت والله إن والدك ما تقدم ولا تأخر لحظة هذا الذي كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات بالأرض بخمسين ألف سنة قدر أن والدك سيموت في اللحظة الفلانية كما قدر على كثير من من تعرفون أنهم يموتون في هذا الوقت ويموتون في هذا المكان لأنه ما من إنسان يموت إلا يموت في الأرض التي قبض منها ما في إنسان إلا ويموت في الأرض التي قبض منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهذا البعد اللي بينكم وبينه هذه زيادة أجر ورفع الدرجة هذا الصبر و جهاد النفس وهذا التغرب عن الأهال بينكم وبينه ومنعتكم ظروف ومنعه كل هذا خير هذه اللي يتعرض له الإنسان من الابتلاءات هذه التمحيص وغربنا وهذه زيادة حسنات وتكفير سيئات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا إلا كفر الله عنه بها خطايا حتى الأزمات النفسية اللي يتعرض للإنسان المشاكل المصائب الغربة هذه كلها يؤجر عليها الإنسان وبعدين أخت الفاضلة الآن أسألك السؤال وكوني واقعية أنت والوالدة الآن الحزن ينفع وش اللي ينفع هل يرجع الوالد يعني الآن لو جبتم أموال الدنيا وقلت والله نبغي يرجع الوالد يرجع ما يرجع خلاص الآن الواجب عليك وعلى الوالد وإخوانك أن تشتغلوا بالذي ينفع الوالد ولا تشتغلوا بالذي يضر الوالد كثير من الموتى يسيء إليهم الأحياء بهذه المبالغة في الحزن المبالغة في مثلا النعي أحيانا المبالغة مثلا في قضية البكاء بحيث تجاوز الحد الشرعي هذا يحزن الميت في قبره كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤلمه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يعذب العذاب المعنوي يشعر بضيق ويشعر بكذا لأن في أهله تجاوز الحد الشرعي في قضية البكاء أختي الفاضلة بارك الله فيك اشتغلي أنت والدتك بالدعاء أعظم شيء أعظم شيء يقدم للأموات الدعاء ادعوا لوالدكم اشتغلوا في صلاتكم وخارج صلاتكم الأمر الثاني الصدقة إن كان عندكم خير يعني مالك تصدقوا عنه وانت سألتيني تقول الصدقة إيش القدرة المالية اللي عندكم الصدقة أنواع تبنوا مسجد له ابنوا مسجد في دول إسلامية بحاجة إلى مساجد خمسين ألف طبعا بعملتنا بالدرهم تبني مسجد في بعض الدول احفروا بئر ماء واجعلوا سبيل وثوابه للوالد اطبعوا مصاحف أو اشتروا مصاحف واجعلوها في بعض الدول الإسلامية التي تعاني شح في المصاحف اكفلوا يتيم للوالد مثلا حاولوا أن تساعدوا أرملة أنت قلتين لي يا أختي الفاضلة بأن مقتدرين اللي حولكم معقول يا أختي أم قصي أن خلاص ما تعرفون أحد يعني حتى بلدكم ودولتكم وديرتكم المهجرين والفقراء والمسحوقين والأرامل والأيتام بالعشرات بالمئات بالألوف يعني لا تعطون المقتدر وتتركون المحتاج المسحوق اللي ما يجد العظام ولا كسرة الطعام هذا اجتهدوا على هؤلاء أختي الفاضلة ولا تقولين كيف نصل لهم تستطيعون تصلون لهم الوسائل الكثيرة ولله الحمد والمن ولذلك اختي الفاضلة بارك الله فيك إذا أردت أن تتسلوا أيضا فاذكروا المصيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام مصيبتنا بالنبي ما بعدها مصيبة كل مصيبة تهون دون وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في يعني في النبي عليه الصلاة والسلام اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمدي وبعدين يا أخت الفاضلة الزمن اللي نحن فيه الآن زمن فتن وزمن نسأل الله العافية والسلام من قلاب الصور واشتباك الأمور والإنسان اللي يموت على الإسلام وعلى السنة وعلى الهدي النبوي والله يفرح له في هذا الزمان إحنا يوميا نشوف مصائب ناس والعياذ بالله على خير وفجأة ينقلبون على أعقابهم ما تدري بما يختم له كان السلف الصالح يخافون من الخواتيم لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم الموت محسوم والله ما يدفعه دافع ولا يرده راد ولا يصده صاد الموت آت لا محالة فكل نفس ستموت أهم شيء أن الإنسان يقول اللهم أحسن خاتمتي ما دام الوالد مات على خير ومات على سنة وإسلام وإيمان ومحبة للقرآن ولسنة نفسه هذا خير ولذلك يقول نفسه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه المؤمن الآن لما يموت يذهب إلى من يذهب إلى الرحيم إلى الكريم إلى الجواد إلى الغفور اللي أعد جنة لأهل الإسلام وأهل الإيمان فلماذا الخوف ولماذا الهرب لماذا الهرب أنت رايح إلى الله عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء وهذا أحد التفاسير في الحديث هذا مسائل الدنيا وبعضهم يقول هذا في قضية ما بعد الموت والمقصود يا أخت الفاضلة أحمد الله عز وجل على ما قدر وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون أكثر من الدعاء للوالد تصدقوا عنه صل الرحم التي لا توصل إلا به أجدادكم أعمامكم عماتكم هذا مهم هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم علي من دبي تقول عندي بنت كانت متزوجة وطلقة تقول يعني جاء رجل يعني يريد أن يخطبها والدها رفض تقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة وهي راغبة هذا الإنسان أم علي بارك الله فيك أنا طبعا سألتك سؤال مهم جدا هل الوالد والدها رفض هذا الرجل أم أنه يرفض دائما قلت لي يرفض هذا الرجل له الحق الكامل أخت الفاضلة في أن يرفض هذا الإنسان حتى لو كانت البنية راغبة فيه لماذا لأنه أدرب مصلحتها الوالد أبدا الوالد ما يمكن أبدا يغش بنته أكيد عند الوالد سبب وما يحب يقوله لكم الوالد يطلع ويسأل ويستخبر وشوف ويسأل كذا عطوه خبر وعطوه علم بأن هذا ما يصلح البنتك فهو الآن غير قادر أنه يفصح عن هذا لأنه يعتبره بأنه يعني غير جيد ولذلك منع الوالد إنما لمصلحة البنت خاصة وأن البنت لها تجربة سابقة وطلقت تطيع الوالد يعني إلا إذا كان والله الوالد أعلن الظلم وأعلن العضل وأعلن قال ممنوع تتزوج لا الحق تذهب إلى المحكمة ويزوجونها المحكمة لكن مدام حالة فردية واحدة والوالد قال لا هذا الشخص ما يصلح لك تقول سمعا وطاعة تطيع الوالد والبركة في أن تطيع أبوها لا تعاند أبوها والله لن تفلح ولن يبارك الله عز وجل في زواجه إذا فعلا عصت الوالد إذا عصت الوالد ما دام حالة فردية والوالد ما عنده إشكال في أي شخص يتقدم صاحب دين وخلق صدقيني بأن الوالد أراد لها المصلحة وأكيد يخفي شيء ما يحب يقوله حتى يبقي سمعة الإنسان على ما هو عليه أو عنده غرض ثاني قد يكون هناك مسائل إحنا ما ندري عنها وأنتم ما تدرون عنها مسائل أحيانا أن تفسيرات بعض الآباء مهمة جدا حتى تتعلق بالعائلة بالقبيلة بالبلد بكذا هذه مهم جدا أخذ هذا بالاعتبار مهم جدا ولذلك البركة يا أخت الفاضلة مع والدها البركة مع والده وترضى والله يبالك لا ويفتح لها إن شاء الله أبواب الخير أم سيف من العراق تقول عندي محل أريد أن أجره على ألكترونيات وأرقيلها أرقيلة الأرقيلة تقول هل يجوز أم سيف الله يرضى عليك طبعا البيع والشراء والتجارة والأجار وكل هذا الجائز هذا من الأمور التي أباحها الله عز وجل لكن لا يجوز للإنسان أن يؤجر محلا على معصية لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فتأجير المحل على الشيشة أو الأرقيلة هذا لا يجوز لأن هذا يعاني على المعصية وهذا محرم ولا يجوز تأجير على محل ألكترونيات جائز ما فيه شيء يبيع الهواتف يبيع الأكسسوارات يبيع مثلا الأشياء التي يعني عند الناس الحرام على من يستعمل هذه الأشياء أما بيع هذه الأجهزة ما فيه شيء فأجري على صاحب ألكترونيات وابتعدي عن تأجيره على صاحب شيشة إذا قالك هو لا أنا والله أبغى للإثنين قل لي سامحنا ونعتذر منك والله يرزقك إن شاء الله غيره أم سيف تقول عندها أخت أصيبت بجلطة تقول للأسف ما تصلي واللي ساكنة معهم ما يأمرونها بذلك يقول يعني بأنها ما تفهم أو أنها يعني تحدث نجاسة وشيء من هذا القبيل أخت الفاضل الصلاة ما تسقط عن الإنسان حتى لو أصيب بجلطة ما دام العقل موجود والنفس يتردد فالصلاة واجبة وبعدين من قال إن الإنسان الذي ما يستطيع ينظف نفسه ما تجب عليه الصلاة لا تجب عليه حتى لو كان يعني يلبس حفاظة أو ينجس على نفسه مثلا ينظفونه ويرتبونه ثم يعلمون الصلاة وتصلي بلسانها إذا استطاعت تصلي بقلبها إن لم تستطع هذا الواجب عليه ولذلك ذكريهم بالله وخويهم وقولي لهم لا يسألكم الله عنه وما القيام يعلمون واجد ناس نعرفهم جلطات وعندهم شار رباعي وعندهم كذلك صلون صلون الله مبارك وصلون على القدر اللي يستطيعون لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا دقيقة مرة طيب ومسيف أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى بقي لك سؤال مهم جدا إن شاء الله غدا بيحول الله أجيبك أنت والأخ العباس من السودان وكذلك محمد من الأرض السلام عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شكرا